الموقف الاخباري من قناة نيل ازرق حياكم الله اعلنت قوات الشرطة احتسابها عند الله تعالى العميد شرطة علي بريم حماد الذي سشهد اثناء تأدية واجبه اليوم في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل استاك وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان له ان قوات الشرطة اذ تحتسب الفقه شهيدا للواجب تؤكد ان حماية وسلامة الوطن دونها المهج والارواح وان مسيرة الشهداء الواجب ماضية خدمة للمواطن والسلامته كما تبعث رئاسة قوات الشرطة تعزيها الصادقة لأسرة وذوية شهيد ان لله وان اليه راجعون وكانت العصيمة الخرطوم وبعض الولايات قد شهدت مواكب وتظاهرات الثالث عشر من يناير وذلك حسب الجداول المعلنة لتنسيقيات لجان المقاومة وعدد من قبل القوى الثورية للمطالبة بالحكم المدني في البلاد ورفع المتظاهرون الذين حاولوا الوصول الى القصر الجمهوري شعارات تندد بالشراكة مع المكون العسكري وتطالب القصاص للشهداء واطلقت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريغ المتظاهرين ومنعهم الوصول الى القصر الجمهوري في وقت يسعى المجتمع الدولي لنزع فتيل الازمة عبر مبادرة الامم المتحدة للحوار ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان اطلع المبعوث الاممي رئيس بحثة اليونيتامس في السودان فولكر بيرز اعضاء مجلس الامن على مبادرة الامم المتحدة للحوار ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان وقال فولكر ان الامم المتحدة سوف تعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني لتطوير عملية تؤدي لتوافق يجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى وكان مجلس الامن الدولي قد عقد اتماعا غير رسمي لبحث اخر تطورات في السودان قدم من خلالها المبعوث الاممي تنويرا حول الاوضاع في السودان حيث طالب الاتماع بالغاء حالة الطوارئ في السودان التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول رقم شمس الدين الكباشي بالقصر الجمهورية اليوم القائم باعمال السفار الامريكية بالخرطوم براين شوكان وقال شوكان في تصريح صحفي ان لقاء تطرق لتطورات الاوضاع السياسية بالبلاد واكد القائم باعمال السفار الامريكية دعم بلاده لبحثة ايوني تامس لاداء مهامها والشعب السوداني وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي اشهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري مستشار ابراهيم جابر بمواقف تركيا الدعيمة للسودان وعبر خلال لقائه بمكتبه سفير جمهورية تركيا بالخرطوم عرفان نزير اوغلو عن شكر السودان وتقديره لمنحة لقاح كورونا التي قدمتها انقرة للخرطوم من جانبه اطلع السفير عرفان اوغلو عضو مجلس السيادة الانتقالي على نتائج القمة التركية الافريقية التي اقيمت باستنبول مشيرا الى تعاهد بلاده بتقديم اكثر من 15 مليون جرع من لقاح كورونا للدول الافريقية قصص منها مليون جرع للسودان ستصل خلال الايام القليلة المقبلة واطهر تقرير فيروس كورونا رقم 587 للحالات المشربة بها والمؤكدة ليوم الاربعاء الثاني عشر من يناير عشرين اثنين وعشرين الصادر من وزارة الصحة تسجيل 356 اصابة بفيروس كورونا بينهم 314 اصابات بولاية الخرطوم و15 بولاية السنار و7 بولاية نهر نيل و6 بالشمالية و3 بولاية غرب كردفان ومثلهم للبحر الاحمر بجانب حالتين بولاية جنوب كردفان واشار التقرير الى وجود 96 حالة تعافي جديدة فضلا عن تسجيل حالتين وفا بولاية نهر نيل ونشدت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية بدأت بالخرطوم فعاليات الورشة التشاورية الاولى عن المعارف الخاصة بقطاع الاعمال في مجال الاحجار الكريمة والتي نظمها مركز الخرطوم للاحجار الكريمة والالماز بتعاون مع هيئة الابحاث الجيولوجية تهدف الورشة لتمهيد لقيام شراكات ذكية بين الفاعلين في المجال ومركز الخرطوم للاحجار الكريمة والالماز كشف المشاركون في الورشة عن إنشاء منصة معرفية تختص بعملية تجميع البيانات والمعارف في مختلف مجالات التعدين نتمكن من إنه نوجد منصة للتعارف والتعاون في سلاسل التوريد الموجودة في وسط أفريقيا وهي سلاسل التوريد تبدأ من المعدن المحلي وتنتهي حتى بمشتري نهائي بناية هذه السلاسل لا بد أنه العاملين في هذه السلاسل يتعرفوا على بعضهم البعض ونعتقد أنه هذا الإقليم الذي سيعمل فيه المركز هو إقليم يحتاج لهذا العمل الآن هؤلاء السودانين آتوا إلى السودان ليضعوا الحجر الأساس لغيام مركز خاص بالأحجار الكريمة التخطيط سيكون بإذن الله المركز الأول في أفريقيا على أساس أنه سيهتم اهتمام كبير جدا جدا نزع إلى أن يكون السودان مركز كبير نزع إلى أن يكون السودان له على الأقل 25% من تجارة الأحجار الكريمة والألماس بالعالم علما بأنها في حدود لا تغير عن 25 مليار دولار علما أن السودان كان يركز على الزهب الآن سندخل بإذن الله في إحدى السروات التي منحها الله سبحانه وتعالى لهذا البلد بهذا الخبر مشاهدين ينتهي الموقف الأخباري أي إنما كنتم تمنياتي لكم دعم الصحة والعافية في أمان الله